اشتركوا في القناة ممكن اهدم السنة والله هي وجهة نظر رائعة بس عايز اقول بس جزئية مهمة قوي احنا عدنا في علم النفس الانسان اللي بياخد الموضوع يا كله يا بلاش بنسميه perfectionist او الشخصيته كمالية يعني ايه ان انا لو قلت واحد بس غلط يبقى كله غلط مين قال كده يعني هو الامام البخاري نفسه اجتهد وعمل ايه جمع بيقال سبعين الف حديث حلو كده شال منهم يعني تقريبا كلهم عدى 4700 بالمكرر يعني سبعين الف حديث ما حدش يعرف هم فين ولا حد يعرف مصرهم ايه وابقى 4700 فهو اجتهد وشوف نصف كم حديث او اعتبره غلط اللي موجودين دول لو فيهم خمسين ولا سبعين غلط لمصيبة وبعدين فيهم حاجات والله العظيم لا يمكن بني ادم عاقل يمكن حتى كمان اهولك على حاجة واحد مرة كنا في نقاش كده ان الواحد ساعات بيعمل من بعض شغالنا كمان الناس اللي بدأوا يفكروا فيما ان مفيش اله بقى وان الدين ده كذبة وكلان نبنقود معاه في الجلسات نتناقش معان القشار ملحدين اه عشان نعرف ايه الاسباب اللي خلتوا يوصل لكده ففي نص مثلا مجموعة من الناس رايحين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقولولوا له مجموعة من العرب ده حديث في البخاري اه بس انا حتى كمان انا بكش عايزة اقول عشان الناس تسمع النص الاول قبل ما احطوا لهم الايه النضارة بتاعة البخاري دي مجموعة من الصحاب مجموعة من الاعراب رايحين معهم طفل صغير صغير يعني سنه صغير وراحين الرسول بيسألوه يا رسول الله متى الساعة متى الساعة القيامة الايامة اما اقيل لهم ايه ستقوم الساعة قبل ان يبلغ هذا واشار الى الطفل اه والله فيقول لي يا عم الرسول كذاب يا عم بص ما هو شاور عالطفل هو قال انه الساعة تقوم كده وطيجي بص وعاش ومات وعاش ومات ومات ابو ومات الخلف ومات جند ومات كله وولاده اه فستقوم الساعة قبل ان يبلغ هذا واشار عالطفل اه تيجي بقى تبص البعض العلماء اللي بيقول لك ربما كان يقصد ستقوم ساعته ربما كان يقصد ان من يموت تقوم قيامته يا عم بيقولك بالنص ستقوم الساعة قبل ان يبلغ هذا ماذا الله طب ليه ما نقولش انه حديث خطأ الله عليك ما تقول غلطه شيله غلط الاسلام مش هيتهدي يعني هي كده انه منسوب زيفا إلى الرسول الله عليك وحاجات كتير بسامة ما بحيبش اي من امسك في السلبية بس حاجات كتير جدا انت عارف المشكلة ايه ان احنا والله لو بنعمل بأمر ربنا ونتبين معظم اللي بيطلع ينفعل ويطلع يهاجم والله ما ارى الكتاب والله العظيم لو انت قررته هتتخض اقسم بالله هتتخض اصدك على البخاري على البخاري ومسلم فيه حاجات تخض لا يمكن انت تأكدناه من الديه مستحيل بس انت بتقراش انت بتردد كلام يعني مرة واحد بيجيه يتنغش معايا انا سعلم منك جدا يعني احنا لو قلنا ان هو غلط هنصلي ازاي هنعرف عدد ركعات الصلاة ازاي ازاي هنصلي وامتقيل له احنا عارفنا عدد ركعات الصلاة من البخاري قال لي طبعا قلت له صلاة المغرب او الظهر اتحداك يلا بقول لنا سوا والله ولا فيه في البخاري ولا مسلم نص بيقول لك الظهر كان براكعة ولا المغرب كان براكعة بس هم انا بيحبوا يتكلموا كده ويهن حدي اعرف يعني مثلا مدين الكلام برضو يقول لك الناس اللي جمعوا الاحاديث هم اللي جمعوا القرآن طب بقول لك على سر سر خطير جدا ما حدش يعرفه لان انا كنت بقرأ وبتبين وبنشوف مصايب كل ائمة الحديث وانا بقولها بالفهم المليان بيشككوا في اللي جمعوا القرآن هتديلك مثال هتديلك مثال بوضوح القرآن جاي متواتر وبرواية حفصا عن عاصم وارشا عن نافع خلاص كده حفصا عن عاصم الرواية اللي احنا بنتبعها في معظم دول العالم الإسلامي شوف البخاري قال عنه ايه كان كذاب وبيقول حاجات غلط وكان بينسى وكان شوف كل علماء الأحاديث قالين عنه ايه اللي جايب القرآن فايه وحد يوهمك ان اللي جايب القرآن هو اللي جايب الأحاديث هم بيخفضوا في بعض أصلا